أهلاً وسهلاً بالمتابعين الكرام رأينا في الحلقات الماضية تصوير رسائل الرسول وتشويه تاريخ عشيرته واتهامهم بعبادة الأصنام واليوم نناقش من داخل الموروط الإسلامي نسبة الكذب على الرسول في الأحاديث النبوية في هذه الحلقة نستدعي الإمام البخاري صاحب كتاب الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المعروف والمشهور باسم صحيح البخاري وهذا الكتاب يعتبر الصح كتاب بعد القرآن عند أهل السنة والجماعة دعونا الآن ألا نناقص صحة هذا الكتاب وهل رواية تدوينه من طرف الإمام البخاري صحيحة أم أسطورة؟ دعونا نوافق جدلاً على صحته وعلى المجهود الجبار الذي قام به هذا الإمام والفقيه محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 256 هجرية الموافق لسنة 870 ميلادية يخبرنا إبن منظور في كتاب مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر في الجزء 22 يقول الإمام البخاري صنفت كتابي الصحاح 16 سنة خرجته من 600 ألف حديث وجعلته حجة بيني وبين الله تعالى انتهى الاقتباس الإمام البخاري في خلال 16 سنة جمع ما يناهي 600 ألف حديث نبوي على عهدي أي بعد أكثر من قرنين على وفاة الرسول الآن دعونا نناقش هذه الأرقام ونفترض أمنة الإمام البخاري ومن رو عنه ونسألكم أعزائي المشاهدين كم عاش الرسول كنبي في حياته الجواب عند الإخباريين من سنة 610 إلى 632 ميلادية إذن عاش ما يناهي 22 سنة كنبي ورسول فلو افترضنا جدلا أمانة وصدق الرواة الذين جمع عنهم الإمام البخاري أي 600 ألف حديث نبوي هذا معناه بحساب بسيط أن الرسول كان يروي ما معدله 27272 حديث في السنة وبمعدل 2272 حديث في الشهر وبمعدل 75 حديث في اليوم لو استثنينا وقت صلاة الرسول ووضوءه وأكله وشربه ونومه وممارسة حياته الطبيعية وأوقات حروبه وأسفاره وتعبه ومرضه فهل يعقل عزيزة المشاهدة عزيز المشاهد أن نصدق هذه الرواية بعد كل هذه الأمور فكلما طلعت الشمس أو غربت لمدة 22 سنة والرسول يروي ما يناهز 75 حديثا فهل هذا معقول؟ مستحيل بكل المقاييس العقلية والمنطقية فحتى لو نزلنا لعشر العدد فهذا صعب للغاية إذن هناك نسبة كبيرة من رواة الحديث كذبوا على الرسول وألفوا الكثير من الأحاديث النبوية ولفقوها لنبيهم دون خوف أو خجل أو احترام دعونا نسأل الإمام البخاري عن عدد الأحاديث الصحيحة التي حسب اجتهاده وعلمه وخبرته غير قابلة للتشكيك عندما نعود لفتح الباري لشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني نجد عددها دون تكرار فقط 2102 حديثا بمعدل حديث كل ثلاثة أيام فهذا رقم معقول وقابل للتصديق إذن ما نسبة الكذب على الرسول في نقل الأحاديث النبوية بحسب الإمام البخاري بقسمة الأحاديث الصحيحة 100% على عدد الأحاديث التي جمعها البخاري نجد فقط 0.43% من الأحاديث الصحيحة أما الكذب فقد بلغ 99.56% من الأحاديث والغريب العجيب وجود حديث نبوي صحيح رواه الإمام أحمد ومسلم عفوا والترميدي والنساء وغيرهم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال ركزوا معي فالرسول يقول في حديث صحيح لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمحيه إذن بحسب هذا الحاديث فنسبة الكذب بلغ 100% ورواة الأحاديث الصحيحة كالبخاري ومسلم والإمام أحمد وغيرهم فقد كسروا وصية الرسول بموجب هذا الحاديث وخالفوا أمره وهذا من المفروض ليس من خصل المسلم المؤمن خلاصة القول هي أن أناس من المسلمين مدلسون كذبوا على الرسول بنسبة 99.56% فلا غرابة أن تكون الوتائق الإسلامية كرسائل الرسول التي تحدثنا عنها هي رسائل مزورة لا أساس لها من الصحة ولا غرابة أن يزوروا التاريخ الإسلام برمته ولا غرابة أن يسيءوا للرسول وعشيرته وينعتوهم بعبادة الأصنام والأوتان في الحين أن القرآن يشهد لهم بالأمانة وبالإيمان والوحدانية كما رأينا في سورة الزمر الآية 38 فالإمام البخاري في عصره كشف زيف وكذب الرواه وقام بغربلة الأحاديث النبوية على قدر استطاعته وعلمه ومعرفته وما أحوجنا الآن في عصر التطور العلمي والمعرفي إلى أمتال الإمام البخاري لإعادة غربلة الموروط الإسلامي من الكمية الرهيبة من الكذب والتزوير التي دست فيه تناقض بعضها بعض وتخالف في بعض الأحيان ما جاء في القرآن حتى احتار المفكر المسلم بين التصديق والتكذيب ولا مفر الآن لإعادة النظر في كل الموروط الإسلامي وتنقيته من الخرافات والأكاديب في ظل المعطيات العلمية الحديثة وهذا ما بدأنا نلمسه بخاجل في دولنا ما تسمى بالدول العربية الإسلامية على يد بعض حكامنا الأفاضل الشجعان وعلى رأسهم جلالة الملك محمد السادس في خطاب ذكرى التورة الملك والشعب يوم السبت عشرين غشة 2016 حين تساءل جلالته هل يقبل العقل السليم أن يكون جزاء الجهاد هو الحصول على عدد من الحور العين؟ وهل يقبل المنطق بأن من يستمع إلى الموسيقى ستبلعه الأرض وغيرها من الأكاذيب؟ نعم أكاذيب وأكاذيب فاقت أرقام مهولة ثم ما شهدناه على الهواء مباشرة يوم عشرين نوفمبر 2018 بمناسبة عيد المولد النبوي من جدل بين فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وبشجاعة طالب فخامة الرئيس من مشيخة الأزهر فتح الباب أمام مناقشة ما جاء في السنن النبوية في ظل تجديد الخطاب الديني وما سمعناه وشهدناه من الرد اللادع من الشيخ الأزهر على طلب رئيسه وكاد أن ينعته بالكفر بطريقة غير مباشرة وفي أيامنا هذه جاءت المبادرة الشجاعة من سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان الذي صرح لصحيفة The Atlantic بوجود مشكلة في كتب الثورات وبالضبط ما يسمى بالأحاديث والتي حولت الإسلام من ديانة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي كما جاء في سورة البقرة الآية 256 إلى حديث نبوي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وحول مفهوم القرآن الصريح وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ ورواة الحديث الظالمون الكاذبون إذن خلاصة الحلقة ضرورة الرجوع إلى التراث الإسلامي بشجاعة وتنقيته من الأكاديب والخرافات نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة فَكُونُوا مَعَنَا ترجمة نانسي قنقر